كلام كتير عن فريرة مكمل مع نادي الزمالك ولا شوصلت فريرة لعمل إنجاز عظيم جداً الموسم الماضي بالفوز بالدوري وكأس مصر بقائمة يعني مش مكتملة خالص بسبب إصاباته وسبب إقاف القيد صحيح النتائج السنة دي فيها بعض التعصرات ولكن قليلة جداً وتغيير كتير في طرق اللعب لكن يبقى هو واحد من أحسن المدربين الأجانب اللي جم في الكرة المصرية عشان كده الزمالك بيستعد لتقديم عرض جديد للبرتغالي جوسبالدو فريرة المدير الفني للفريق من أجل تجديد عقده والإعلان هيكون في أقرب وقت ممكن أمير مرتضى المشرف على الكرة تحدث بالصفة المبدئية مع فريرة ورحب فريرة بالأمر وطلب أن يكون هناك بعض التفاصيل الخاصة في الفترة اللي جاية في أول جلسات التفاوض الرسمية لسه مع نادي الزمالك والزمالك بيستقر على إعارة كل من حسام أشرف وسيف فاروق جعفر في يناير اللي جاي وفي مفاوضات قوية من اللعبين مع بعض الأندية وعلى رأسهم سيروميك لوباترا وسموحة وفي موافقة من جانب نادي الزمالك على رحيلهم على سبيل الإعارة في نهاية الموسم الحالي الزمالك من جانب آخر بيرفض تماما تماما رحيل يوسف أسامة نبيه وبيبدأ مفاوضات التجديد معاه عشان يكمل مع الفريق الفترة اللي جاية ويفضل موجود يدعم تشكيلة الفريق خاصة أن فريرة بيعتمد عليه بشكل كبير جدا سواء على دكة البودراء أو بشكل أساسي في تشكيلة الفريق ده من نادي الزمالك ترجمة نانسي قنقر